سبعة أشهر من المعارك الطاحنة كان ثمنها باهظا جدا حيث دفع العراقيون فاتورة الحرب الثقيلة من أمواله وإرثه ودماء أبنائه ورغم امتناع السلطات عن إصدار إحصائيات رسمية بأعداد الضحايا من المدنيين إلا أن لجنة محلية شكلتها حكومة نينوى تزعم مقتل نحو 14 ألف مدنيين جراء المعارك والقصف الجوي والمدفعي والتفجيرات كما تم تسجيل فقدان أكثر من 700 مدني فيما تجاوز عدد النازحين من الموصل 600 ألف نازح تدمير البنية المجتمعية لنينوى رافقه تدمير ونهب لأثار أم الربيعين كما سببت سيطرة داعش على المحافظة والمعارك لاستعادتها من التنظيم تدمير أكثر من 80 دار عبادة منها جامع النبي يونس وكنيسة السيدة العذراء كما شهدت البنية التحتية للموصل تدميرا شاملا بدءا من الجسور الخمسة التي تربط شرق الموصل بغربها انتهاءا بمحطات ضخ مياه الشرب وتوليد الطاقة وخطوط النقل العالي ولم تسلم الممتلكات العامة والخاصة من التدمير الذي طال 21 ألف وحدة سكنية إضافة إلى نهب وتخريب مصاف النفط ومعامل الكبريت والإسمنت والصلب ومعمل أدوية نينوى ومخازنه كما شهدت المستشفيات دمارا ونهبا لمحتوياتها ولمراكزها الصحية جامعة الموصل هي الأخرى لم تسلم من عمليات التدمير والتخريب بالإضافة إلى تدمير 241 مدرسة ابتدائية وثانوية في الموصل وبحسب إحصائيات الرسمية فإن مجمل الخسائر التي تكبدتها الموصل تتجاوز 43 مليار دولار فيما بلغت النفقات الحربية لاستعادة الموصل 40 مليار دولار